ما الذي أضاف محي اسماعيل للسينما والدراما المصرية وما الذي أضافت لك أيضا الدراما المصرية والسينما المصرية أستاذ محي أنا قلت لك سيد تقول أن أنا أضافت للسينما شيء لم يكن موجودا من قبلي طيب ماذا أضافت لك أما السينما أضافت لي أضافت لي الشهرة حب أنا أضافت لي حب الناس بأي تريند أكتر بمرة حب الجماهير وأرجو أن نجتيج إلى مصر كده عشان تشوفينه أنا ماشي في الشارع وتشوفي الناس كلها ماشية حولي هذا هو الحب الذي لا يقاس بأي مال هذه الثروة لا تقدر بأي مال طيب أنتقل بك إلى مجال الأدب لأن محي اسماعيل أيضا يكتب لديك ثلاث روايات وتقول بأن روايتك الأدبية جراح النفوس تتقدم بها للحصول على جائزة نوبل في الأدب لأنك تنبأت منذ خمسة أعوام بما يحدث حاليا في هذه الأيام يعني لماذا لم تحصل لغاية اللحظة على جائزة نوبل بص سيت كول المحاولات حلو على الإنسان أن يحاول كويس؟ أنا لما كتبت رواية المخبول اللي هي الده لليوناتك باللغة الإنجليزية ومحطوطة على موقع الأمازون كنت أتوقع فيها أتنبأ بنيجي حاكم ثائر طيب يشوف العشوائيات يشوف كل حاجة والحاجات ده كلها ويكون له بعد يعني يكون إنساني والحاجات ده كل ده في روايتي كل ده أنا كتب ده من ألفين وواحد تحقق كل ده على يد الرئيس الحالي الرئيس السيسي وكتبت أيضاً روايات أخرى في الرواية الثانية اللي أجل راح النفق ما أنا كتبت رواية مسافرة على بابا الله دي كتبتها لما كنت عايش في أمريكا الرواية دي لسه ما أعملت لهاش حفلة توقية لكن جراح النفوس اللي أنا كتبها دي الشيء اللي أنا حاولي أقولك ده حاولي إيه تمسك عصابك شوية ولو جنبك كباية الشيء تاخد بقى زي كده لا تقلق يا أستاذ محي عصابي جندة جراح النفوس تنبأت فيها أيضاً وأنا كتبها من خمس سنين بالكورونا وكل اللي أنت شايفاه ده كله وكل اللي أنت شايفاه موجود في روايتي لما تقريها كويس هتعرفي أنني تنبأت بالحاجات دي كلها ترجمة نانسي قنقر